بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله نرحب بالجميع الأخوة والأخوات ممن يشاهد اليوم وهذه الجلسات العلمية تتعلق في علم المواريف ونحن الآن في الجلسة السادسة وتكلمنا فيما مضى عن مقدمات علم المواريف وشرحنا كذلك الفوائد وبينت في الجلسة السابقة خارطة الوارثة قلنا بشكل سريع وسرد سريع حتى لا نطيل من أراد التفصيل يرجع للحلقة التي قبلها الوارثة 25 وارث الـ 25 سبب الميراث ثلاثة زوجية ولا نسب زوجية ولا نسب هذه خارطة موجودة الآن تجدونها في الحلقة السابقة والحلقات التالية الآن بهذه وغيرها أما الزوجية الزوج والزوجة والولاء المعتق والمعتقة أما النسب فهم ثلاثة أما أصول وأما فروع وأما حواشي أصولك أب أم جد لأب الجدتين فروعك ابن وبنت ابن الأبن وبنت الأبن الحواشي الأخوة بأنواعهم أخ لأم أخت لأم أخ شقيق أخ شقيقة أخ لأب أخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم عم شقيق عم لأب ابن العم الشقيق وابن العم لأب 25 قلت في نهاية الحلقة السابقة أنك لن تستطيع أن تعرف وتوزع الميراث إلا بمعرفة هذا الموضوع الآن سنشرحه الحجب الحجب يعني قد يحجب الإنسان عن نصيبه إما حجب حرمان بالكلية أو ينقص من نصيبه بسبب وجود وارث آخر مثال حجب حرمان لو مات إنسان وترك ابن وكذلك ترك أخ له أخ الميت أخ الميت تنبيهات تذكر التنبيهات ينسب الحي للميت وليس للحي مات إنسان ترك أخ له وابن الابن وجود الابن حجب الأخ وجود الابن حجب الأخ الأخ وقع عليه حجب حرمان ما الذي حرمك من الميراث ابن البيت أما النقصان مات إنسان ترك زوجه وليس لديه أبناء ولا أحفاد للزوجة الربع إن وجد أبناء فللزوجة الثمن إذن حجبت من الربع إلى الثمن سمونا هذا حجب نقصان أنقص من نصيبها إذن الحجب حجبان طبعا لا نقول عن موانع الأرث الموانع شيء ثاني القاتل لا يرث المقتول والعبد لا يرث العبودية زوج العبودية وكذلك الكافر لا يرث المسلم هذا الموانع هذا كأنه غير موجود بالمسألة لننتبه المانع جاء ذكره الآن جاء ذكره لعلي لم أذكره بدقة في الحلقة الأولى أو الثانية موانع الأرث إن وجدت كأن هذا الوارث غير موجود في الدنيا ليس حرمانا مانع يعني بالمثال يتضح المقال لو ما تميت وترك زوجه وابن كافر كفر بالله كافر الزوجة بطبيعة الحال لو كان هذا الابن لو كان هذا الابن مسلم الزوجة لها الثمن بينما لأن هذا الابن ليس بمسلم فلايس له نصيب بالميراث فكأنه غير موجود في المسألة فيبقى نصيب الزوجة الربع يقول والابن موجود يقول لا الابن منعه مانع المانع ما أثر على الورثة طيب وحجب الحرمان يؤثر نقول نعم يؤثر رغب أنه محروم من الميراث إلا أنه قد وجوده أثر على الورثة مثال مات ميت ترك أب ترك أم وترك أخ واحد أخوه أخو الميت ترك أب الميت ترك أبوه أو أباه أو أباه ترك أمه وهناك أخ هذا الأخ هذا الأخ محروم أو محجوب بسبب الأب بسبب الأب وجود الأب منع أو حرمه حجب الأخ فللأبي فللأم الثلث وللأب الباقي طيب ما الفائدة والفائدة قلنا أن الأم خذت الثلث ثلث تركة الأب الميت هذا وأبوه أخذ الباقي أما أخوه حجب بسبب الأب لكن تعالوا معي لو كان عنده أكثر من أخ محرومون يعني محجوبون حجبهم الأب لكن تعدد الأخوة أثر على الأم هم لا يرثون الراجح من قواله للعلم طبعا هم لا يرثون ولكن وجودهم مؤثر فانتقل فرض ونصيب الأم من الثلث إلى السدس من واحد على ثلاثة إلى واحد على ستة لماذا فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس إذن حجب الحرمان يحرم الوارث من إرثه بسبب وجود شخص منعه ولكن قوته موجودة مؤثرة وضع هذا الأمر إن شاء الله وهكذا أنا حبيت أن أنوه على قضية أن المانع الذي منع من الموانع الإرث تمنع إرثه وتمنع وجوده وقوته وليس له ذكر بالمرة بينما حجب الحرمان لا يحجب من إرثه أخذه غيره ولكن له قوة إن كانت قوته مؤثرة موجودة طيب تعالوا معي نتعرف على حجب الحجب بالشخص هذا حجب تقرؤوا في بعض الكتب طبعا الكتب المراث تفصل كثير وتأتي مصطلحات قد يمر عليكم هذا المصطلح حجب بالصفة وحجبون بالشخص الصفة عرفناها قاتل مرتد عبد هذه صفته فحرم هذا خلاص مننا أما الشخص الآن سنتكلم وجود هذا الشخص أثر على غيره كوجود الأب شخصية الأب أثرت على من على الأخوة حجب الأخوة تعالوا معاي إلى حجب الآن كلامنا الآن على حجب الحرمان النقصان نأجله بعدين مع مع معرفة الأنصبة نعرف النقصان الحجب الذي سنتكلم عنها الآن وهو المهم جدا حجب حرمان وجود شخص يمنع ويحجب نصيب شخص آخر الخارطة نذكرها الآن هذه طبعا أول شيء كما يعني شاهدون في الشاشة الحجب نوعان حجب حرمان وحجب نقصان الحرمان أن يحجب الوارث من الإرث بسبب وجود شخص أولى منه فيحرم فيحرم من الميراث بينما حجب النقصان أن ينقص أو ينقص الوارث من مقدار إرثه بسبب وجود شخص أثر على نصيبه بالنقصان لا بد من ضبط الحجب فمن دونه لن تتمكن من معرفة الحقوق تعالوا معاي أول شيء من من الورثة الذي لا يحجب حجب حرمان بتاتاً من من الورثة الذي لا يحجب حجب حرمان بتاتاً لا يحجبون لا يأتي شخص يقول والله يمكن ما تعلم لا يعطى يعطى نصيبه سواء الأكثر أو الأقل لا يحجب من هم تعالوا معاي نذكرهم الآن ثم نشارب على الشاشة الزوج والزوجة الزوج المسلم ياري زوجته المسلمة الزوجة المسلمة تاري زوجه المسلم انتهينا هذه اثنين بعد الأب ما حد يحجبه الأم ما في من يحجبها الابن ذكر يعني الابن ما في حد يحجبه البنت ما في حد يحجبه هذه ستة الزوجة والزوج الأم والأب الابن والبنت تعالوا على الخارطة ننظر إلى هذه هذا الآن خارطتنا المعتادة ذكرناهم كلهم أتينا بكل الورثة أتينا بكل الورثة الآن إذا ضغطنا عليه ضغط الأخيرة بقي من بقي الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت تلاحظون ما في واسطة بين الوارث ومورثه ما فيناك واسطة الأب مباشر الأب الميت الأم ما في واسطة الأبن البنت الزوج إذن طالما لا يوجد واسطة فإذن أم أقوياء نصيبهم باقي طيب نأتي الآن إلى عرفنا الآن نأتي الآن إلى الأب نأخذ وارث وارث وننظر أثره على الورثة نأخذ وارث وننظر ما أثر هذا الوارث على الورثة من حيث الحجب وغيره بداية يا أخوة الزوج لا يؤثر يأخذ نصيبه مع السلامة الزوجة لا تؤثر تأخذ نصيبه مع السلامة المعتق وكذلك المعتقة لا يؤثران إذن هذا الجهة الزوجية والولاء لا يؤثرون أو لا يؤثران على باقي الورثة الذي يؤثر النسب هو الذي يؤثر على الورثة كلهم معه بالزوج والزوجة لا يتأثران بتاتا أبدا أبدا يأخذون نصيبهم إما كامل أو منقوص بحسب الحجب الذي يحدث النقصان حجب النقصان أول أولى أو أولى لأولئك الورثة الأب وجود الأب سيؤثر على من أخذها قاعدة وسننظر لها الآن الأب يمنع كل الحواشي من الأخوة إلى ابن الأخر الحواشي نقولها مع ليش بالكلمة يطيرهم باقي ليس نصيب خلصنا الأب يمنع الولاء كله ليس للمعتق ولا للمعتق نصيب ما بقي طبعا الزوجية ما يقدر عليهم الفروع ما يملك فروعك أصلك وأبوك ما يؤثر على ثرعك إذن قوة الأب في الحواشي وفي أبيه وأن على الأجداد أما الأم والجدة ما يتأثران نعيد الأب سيحجب فقط كل الحواشي ومن على من الآباء منه أبوه أبو أبيه أبو 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 وأن على وجود الأب ولكن وكذلك المعتق والمعتقة يمنعهم لن يمنع الزوجية ولن يمنع الأمهات والأجداد والجدات ولا الفروع تعالوا معي الآن عبر خارطة الورثة نتعرف على مثل هذا الأمر قلنا هذا الميت كالعادة يضرح بالمنتصف الميت يحيط فيه الزوجية والزوجية الزوج والزوجة كذلك الولاء المعتق والمعتقة ثم ننظر إلى النسب الأصول وهم الأب الأم الجد لأب والجدتين ثم الفروع وهو الأبن والبنت وابن الأبن وبنت الأبن ثم الحواشي جميع الحواشي الأخوة بأنواعهم الثلاثة كذلك أبناء الأخوة وكذلك الأعمام لو تلاحظون معاي الآن كلهم حجبوا حجبهم الأب ما استطاع أن يحجب لا الزوج ولا الزوج ولا الجدتين ولا الأم ولا الفروع بأنواعهم عرفت الأب احفظها وجود الأب على طول أنت عنك خريطة أول أول ما يأتيك للسؤال أبي توفي ميت أله أب خلاص أهو الأب مهما يتكلم يقول عندي أخوة وعند لا 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 خلاص هذين محجوبين أكيد دنيانا لا يجد أنه معتق الآن إلى أن يشاء الله وانظر إن قال لدي جد خلاص الأجداد ليس لهم نصيب انتهينا من الأب الآن وهذا أول وارث يعني نتكلم عن قوته وعن أثره في المسائل الذي يحجبهم الجد خذنا الأب نحن ننتقل فوق نأخذ الجد الجد بغياب الأب يقوم مقام الأب فكما فعل الأب يفعل الجد إلا أن هناك خلاف في الأخوة الأشقاء والأب هل الجد يحجبهم أم يشاركهم هذا خلاف هذا خلاف وسأتي على ذكري تفصيل شيء منه في ذكر الأنصبة لكن الجمهور على أن الجد ما يحجب الأخوة لأب أو الأخوة لأشقاء بينما أو بكر صديق قال لا يحجبهم يقوم الجد مقام الأب وهو الرأي الأحناف وهو الراجح إن شاء الله هذا قناعتي أنا والأمر بعد ذلك لكل إنسان وقناعته مع علماءه أنا مقتنع بعلماء من قاله أن وهو قول أو بكر صديق أن الجد يقوم مقام الأب وكما حجب الأب الحواشي من الأخوة إلى أدناهم وحجب المعتق والمعتقة ومن على من الأجداد كذلك الجد كذلك الجد هكذا يفعل كما فعل الأب كما ذكرت لكم قبل قليل خارطتنا بشكل سريع حول الجد هذا الميت وهذه هم الورثة يحيطون فيه شوف انظر انظر الآن ظهرت عندكم الشاشة حالة الجد مع الأخوة والشقاء والأب في خلاف الحواشي وهذه الحركة في الشاشة تنبيه انتبه انتبه هناك خلاف هناك خلاف هناك خلاف انظر الآن ماذا فعل الجد وجوده أبعدهم كلهم شوف أبعد من الحواشي كلهم أبعدناهم مع الولاء بقي الزوج والزوجة وبقيت طبعا من فوق عندنا الأم وهذا لم يحجب الأم والجدات ولم يحجب الأصول ونذكر حالة الجد مع الأخوة والأشقاء ولأب في خلاف هناك خلاف حتى لا يعني يفوتنا الخلاف ان الأخت الشقيقة أو الأخ لأب هذا ظهر عندكم بالشاشة زدت أنا إضاحا أن هذه علاقة بينهم أن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة أو الأخ لأب والأخ لأب يشاركون الجد ولها طريقة في توزيع التركة بينهم هكذا قال العلماء نقف عند الجد ونستمر إن شاء الله في الجلسات القادمة من خلالها يتبين لنا الحجب و أثر كل وارث في الخارطة و ما هو الحجب الحرمان أو من هم الذين يحجبون حجب حرمان و من هو الذي يحجب غير حجب حرمان كونوا معنا إن شاء الله مع جلساتنا و حلقاتنا القادمة في علم المرأة